دمرت غارة جوية إسرائيلية داراً للأيتم الفلسطينيين في مدينة در البلح وسط قطع غزة يتذلك في وقت توسع فيه قوات الاحتلال هجومها البري وتقصف أهدافاً في أنحاء قطع غزة ما أدى إلى مقتل ألاف الفلسطينيين وتشريد أكثر من ثلاثة أرباع سكان غزة في غزة القصف الإسرائيلي في كل مكان لم يسلم منه أحد لا البشر ولا الحجر بل حتى دار الأيتم فهنا في مدينة دير البلح وسط القطاع دمرت غارة جوية إسرائيلية داراً للأيتم الفلسطينيين يأتي ذلك في وقت توسع فيه إسرائيل هجومها البري وتقصف أهدافاً في أنحاء قطاع غزة ومع تزايد وطيرة العدوان الإسرائيلية على القطاع أضحت أجزاء أكبر من المنطقة المعزولة غير صالحة للعيش حيث تسببت الحرب بالفعل في مقتل آلاف الفلسطينيين وتشريد أكثر من ثلاثة أرباع سكان غزة البالغ عددهم مليونان وثلاثمائة ألف نسمة والذين لم تعد لديهم أماكن آمنة للذهاب إليها في حين أن مستشفيات قطاع غزة بات معظمها خارج الخدمة ويعمل الأطباء وسط دوي الانفجارات محاولين إنقاذ أرواح ضحايا القصف المصابين ومع عدم توفر القدرة على استقبال الجرحة داخل المبنى يقوم العاملون بالمجال الصحي بمعالجة المرضى على الأرض وأصبح إنقاذ حياة بعض الوافدين المصابين بإصابات خطيرة مهمة شبه مستحيلة هذا كله يأتي وسط تحذيرات الصحة العالمية عن أن الوفيات بسبب الأمراض وانهيار النظام الصحي بغزة قد تكون أكثر من تلك الناجمة عن القصف ليواكه أهالي فلسطين مصيرا مجهولا